الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الإخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه سلسلة اسم سلسلة الدفاع عن الإسلام والمقصود من هذه السلسلة هو الرد على جميع طوايف أهل البدع والأهواء لأنهم شوهوا صورة الإسلام وضيعوا كثيرا جدا من المسلمين ولذلك كانت هذه السلسلة سلسلة الدفاع عن الإسلام والفكرة بتاعتها سنرد على شبهات الصوفية كلها في أبواب العقيدة شبه شبه في كل مقطع يعني يكون دقائق قليل المقطع خمسة دقائق ستة دقائق قد تنقص قد تزيد شوية في كل مقطع سنرد على شبهة من شبهاتهم حول الإسلام والعقيدة والتوحيد انتهينا من شبهات الصوفية سنمشي طوال إلى شبهات مثلا العلمانيين والشيوعيين والملاحدة حول الإسلام سنمشي إلى شبهات الشيعة الرافضة سنمشي إلى شبهات البسم منفسهم عقلانيين أو منكرية السنة إلى آخرها من الطوايف الضالة المبتدعة والسبب في طرحي لهذه السلسلة هو أن أخطر ما ضيع كثيرا جدا من المسلمين وشوه صورة الإسلام هم شيوخ الضلال وشيوخ أهل البدع لكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضليين فأخوف شيء يخاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمة من أئمة أهل الضلال وجاء أيضا كما في السنن وصححه الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف على أمتي رجل قرأ القرآن أو رجل آتاه الله القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته إن سلخ منه وكان ردءا للإسلام ثم قلب على جاره ورماه بالشرك قالوا يا رسول الله أيهما أولى بالشرك الرامي أو المرمي قال بل الرامي فشوف دي تعلم القرآن حفظ القرآن لكن في النهاية بيقى تكفيري أو ما يسمى اليوم بمنهج داعش وده البرو حنجل على شبهاتهم فدقال أخوف ما أخاف على أمتي فأخوف شيء يخاف منه على أمة النبي عليه الصلاة والسلام هم الشيوخ وعلماء أهل الضلال الذين بثوا الشبهات وشوهوا صورة الدين فأنا أعتبر السلسة التي من أهم السلاسل إن شاء الله سنمسك شبه شبه ناقشة بصورة علمية بإذن الله سبحانه وتعالى طيب نبدأ بشبهات الصوفية والليلة عندي شبه موضوع موضوع التمائم وحكمها والشبهات التي حول هذا الموضوع التمائم هي الحجبات عندنا في السودان بيسموها حجبات أو بيسموها حراسات أو بيسموها خرزات أو أي شيء يعلق ليتقى به من العين أو من السحر أو من أي شر أو لجلب أي نفع الإنسان علق وشان يدفع له شر أو يجب له أي نوع من أنوع النفع ده هي التميمة علقها لتتمم له أمره من جلب نفع أو دفع ضر والنبي عليه الصلاة والسلام قال من علق تميمة فقد أشرك ده حكمها وحيجينا تفصيل أكثر في حكمها في نهاية المقطع إن شاء الله فحكم تعليق الحجبات أو التمائم شرك بالله سبحانه وتعالى أول شبهة بجبهة صوفية في موضوع التمائم قالوا التميمة تعريفة هي خرزات ما هي الحجابة نحن بنعلق كصوفية أو بيكتبوا لنا شو خطرة كصوفية قالوا ده ما يسمو تميمة يعني جابوا الشبهة دي عشان أي حديث جافي إنه تمام شرك وكفر وحرام وكده مثلا عشان يقولوا ده ما بينزل فيه الحجبات حقتنا لا الرد على شبهة دي الصحابة والعلمة والسلف بينوا إنه أي حاجة يعلق الإنسان سواء كان عظم أو حديدة أو كتابة أو كتب شيخ الطريقة أو كتب الفكي أو جزمة أو أي شيء علق في نفسه أو على عربيته أو في بيته واعتقد إنها تنفع أو تضره أو تكف العين أو تدفع العارض أو تجيب الرزق إلى غير من هذه الأنواع دي تسمى تميمة شكد السيدة عائشة رضي الله عنها فيما رواه الحاكم وقال الصحيح الإسناد وصححه الألباني موقوفا على عائشة رضي الله عنها كما في صحيح الترغيب وكتاب الترغيب للإمام المنذري وصححه الشيخ الألباني قالت عائشة رضي الله عنها ليست تميمة التي تعلق بعد وقوع المصيبة وإنما التميمة التي تعلق قبل وقوعها يعني معنى كلام عائشة رضي الله عنها إنه أي شيء أي شيء عظم حديث حجر ورق كتب فكي إلى آخرية من الأشياء علق الإنسان قبل وقوع المصيب خوفا من وقوع هذه المصيب أي شيء أنا ما قال الشيء معين أي شيء علق قبل وقوع المصيب لتسمى تميمة لكلام الصحابة كلام عائشة رضي الله عنها وأرطاها أعلم نساء العالمين واحد ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال التميمة هي ما يعلق اتقاء العين ونحو ذلك أيوة يبقى أي شيء يعلق اتقاء العين أو اتقاء السحر أو اتقاء العارض أو جلب الأرزاق أو اتقاء يقول لك ده علقت الحجاب ده شان ما يعضينا دبيب ولا يعضينا عقرب دي تسمى شنو جمعة تميمة أو لجلب نفع رزق شغل غيره تسمى شنو تميمة إذن كل الحديث الجات في التميم خلاص يهوف للحجبات ولا غيرها لأنه دي كلها اسم تميم في الشرع الإسلامي طيب الشبهة الثانية اللي بيجيبوها قالوا يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته كتب حجاب بل حجابين لا حجاب قالوا الحجاب الكتب ذا جابوا البيهقي في دلائل النبوة ده كتاب دلال النبوة الجاب منه الصوفية الشبهة لكن الصوفية ما أمينين كذابين بتروا كلام البيهقي رحمه الله تعالى ده كتاب دلال النبوة جوز سبعة الشبهة قالوا القصة طويلة باب ما يذكر فيه حرز أبي دجانة دي شبهة اللي بيجيبوه قالوا أن أبي دجانة بيته كان بيجي فيه يعني نار أو مصيبة أو كذا هذا الجصة طويلة بعد ذلك شكل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال جيبوا ليه كتاب وناولوا لعالم نبي طالب قالوا أكتب أبا الحسن ما أكتب قالوا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من طرق الدار من العمار والزوار والصالحين إلى آخرين وقال لأبو دجانة خدت عندك وأبو دجانة قال فأخذت الكتاب فأدرجته وحملته إلى داري وجعلته تحت رأسي وبدت ليلتي فمن تبهت إلا من صراخ صارخ يقول يا أبو دجانة أحرقتنا واللات والعزة الكلمات قال أدى حجاب وأبو أبو دجانة ما شقت تاو في بيته الرسول كتب حجاب الرسول عليه الصلاة والسلام قال من علق تميما فقد أشرت كيف يكتب حجاب هو يقول شرك تاني جي يكتب الصورية بيقول الأثر ده لحد دين لكن الإمام البيه قياب الأثر ده في دلال النبوة أشاني وريك إنه الأثر ده أثر موضوع باطل حرام إنك ترويو عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ده السوب الجاو من أجل البيه وقالوا بعد ما جاب القصة طوال ودي ودي هذا الكلام أنا عامله بالأصفر بعد ما جاب القصة ودي من صفحة من صفحة من صفحة 88 89 انتهى من القصة من صفحة 89 وجاب الكلام البيه تحت علق على القصة قال شنو نقرأ الكلام كلنا ونستمع عليه قال البيه هذا وقد رويا في حرز أبي دجانة حديث طويل بعد ما جابه وهو موضوع يعني مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو موضوع لا تحل روايته والله تعالى أعلم بالصواب فالصوبي يجيبوا كلام البيه وما بيقروا باقي الكلام البيه يجيبوا وشنو وركنوا هذا مكذوب حرام تحكيوا على الرسول عليه الصلاة والسلام والعلم يجيبوا كده يجيبوا الأثر فينا يقول لك ضعيف مكذوب على الرسول وكده شنو يوروك ضعيف أو يوروك موضوع هذا موضوع مكذوب زي كتاب الموضوعات لابن الجوزي عمل كتاب كامل جافي وحاديث يقال لك ده كلها شنو موضوع طيب إذن ده أثر لا تقوم بالحجة شو بها التانية قالوا الصحابة زا تمعلقوا الحجبات والتمائم وين قالوا في تفسير ابن كثير ده تفسير ابن كثير في تفسير صورة المؤمنون الآية آية تمانية وتسعين وقل ربي أعوذ بك منها مزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وشبهة يجبوها ناس اللي زا يرقوا بابكروا كلهم قالوا الصحابة زا تمعلقوا التمائم والحجبات قال ابن كثير وقال الإمام محمد حدثنا يزيد إلى آخره أخبرنا محمد بن إسحاق خطخط محمد بن إسحاق عن عمر بن شعيب عن نبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبي وعقابي ومن شر عبادي ومن همزات الشياطين وأن يحضرون قال فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه والشبه ودجايا كلان ومن كان منهم صغيرا لا يعقل يعني من أولاده لا يعقل وأن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه رواب داود والترمذ والنسائي من حديث محمد بن إسحاق قال الترمذي حسن غريب قالوا إذن عبد الله بن عمر بن العاص كان بيعلق على أولاده حجاب أول حاجة الأثر ما فيه قبل موارك صحيح ولا ما صحيح ما فيه إنه كان بيعلق عليهم تميم ولا حجاب كان بيعلق عليهم الذكر دا ربما يكون شان يحفظوه يقروا يكرروا يكرروا لهم أخوانهم والكبار يحفظوا ربما فيه احتمال لكن القصة ذات ما صحيح ما صحت أصلا ولا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه ما فعل ذلك أصلا ولا واحد من الصحابة دا كلام ما صحيح دا كلام ما صحيح الحديث دا الجزء المرفوع إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضب وعقاب الآخر دا صحيح صحيح العلماء كالشيخ الألباني وغيره أما القصة التابعة فكان عبد الله بن عمر ويعلق عافعون قولاده القصة دي ما صحيح لأن القصة دي المحدثين وعلماء الحديث قالوا اتفرد بها محمد بن إسحاق وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلب المطلبي محمد بن إسحاق بن يسار وهو عند المحدثين مدلس والمدلس إذا عنعن الرواية تجعل ضعيفة ما بتأخذ فهنا محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي انفرد بهذه القصة إن عبد الله بن عمر كان بيعلق على أولاده دي انفرد به محمد بن إسحاق براو وهو مدلس وجاد معنعن إذا ضعيفة كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله تعالى قال الحافظ بن حجر في كتاب التقريب تقريب التهذيب عن محمد بن إسحاق بن يسار في الصفحة أربعمية وتلاتة قال صدوق يدلس الرمي بالقدر والتشيع إذن الموضوع شنا يا جماعة الموضوع هذا منتهي والقصة دي قصة ضعيفة وانا تعجب الله من الصوفية إنهم يأخذوا قصص وأحاديث مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم مباطلة وأخرى ضعيفة ما حصلت أصلا لا لصحابي ولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أشانجو وزباد تمام والحجبات البياكلبها الصوفية قروش الناس قل لك ده حجاب من السلاح بـ 25 مليون تدفع للفكي الصوفي أو يقول لك ده حجاب من الدبيب تماشين الدهب آي لابد فيناك في دبايب أكتب لك حجاب من الدبيب والعقارب بكم يعرفين ده الناس دهب بـ 17 مليون وخمسمية وخمس وعشرين جنيه طبعا ندالهم بكسورة كده زياد ضرائب شما ما يقدر إنه نقصوا له يخدعهم أو يقول لهم ده حجاب رزق تبيعوا خدار في السوق ده حجاب رزق بيكم بـ 9 ألف يا ناس إذا كان فيه حجاب بيجيب له رزق كان الفكي الصوفي ده شال منك رزق كان شال ليه 9 ألف لو حجابه الكتب الألفه من راسه ده بيجيب قروش هو يبقى محتاج قروش كيف الفكيزات فاتقوا الله يا أخوان طيب فيترقوا لحديث الصحيحة ويذهبوا إلى الباطلة والمكذوبة من الأحديث الصحيحة في تحريم الحجبات والتمائم حديث صحيحة كلها أولا ما جاء في مسند الإمام أحمد من رواية عقب بن عامر الجهني قال كنت عاشر عشرة رهط جاول النبي عليه الصلاة والسلام قال فبايع النبي تسعة وصافحهم وأبأ أن يبايع واحدا قيل لما يا رسول الله قال إنه معلق تميمة سبحان الله الرسول رفض بايع لأنه لبس الإحجاب إنه معلق تميمة فأدخل الرجل يده في جيبي فقطعها ورم بها فقال النبي عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك الحديث الثاني أورده المنذر في صحيحة الترغيب وصحاه الألباني في صحيح أورد المنذر في الترغيب وصحاه الألباني في صحيحة الترغيب والترهيب من رواية عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله قال دخلت على عبد الله ابن عكيم أو عكيم وهو أبو معبد الجهني وبيه حمرة والحمرة مرض زي الطاعون قريب للطاعون مرض خطير جدا يعني تعبان تعب شديد هذا الصحابي عبد الله بن عكيم رضي الله عنه فقلت يا عبد الله ألا تعلق وفي رواية أتى بها صاحب المشكات قال قلت يا عبد الله ألا تعلق تميمة هذه رواية مهمة ألا تعلق تميمة قال الموت أقرب من ذلك شو الصحابي دعا قيدته قوية كيف لما الرجل لقل لعلق فالصحابي عقيدة متينة قال للموت أقرب من ذلك أخير لي أموت مما أعلق لي حجاب أموت مما يعلق لي حجاب وفي رواية أيضا قال نعوذ بالله من ذلك ليه لأنه علموا أن تمام والحجبات دي الشرك وكفر بالله شكدا قال نعوذ بالله من ذلك من الشرك وقال الموت أقرب من ذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه والرواية دي بترد على شبهات كثيرة أعظمة الصبية بيقول لك لا أنا معلق لي حجاب من أبوي الشيخ تعال طريقة شيخ الطريقة أو كده أو كده أو كده هنا قال من تعلق شيئا شيئا لو علقت أبوك الشيخ ذاته أشان ينفعك أو يضرك أو لو ما لبسته علقته لكن تعال علقته وقلبك برضو تدخل هنا وكل إليه يعني ربنا سبحانه وتعالى يكلك إلى ما تعلقت به من غير الله عز وجل لأنه اللي بتوكل على ربنا ربنا بكفيه أما اللي بتلبس له عجاب لما توكل عليه خليه كفيه هكذا ربنا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه الحديث الثالث من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائمة والتولة شرك الرقى نوعين من القرآن والسنة ذي جائزة النوع الثاني يقول اللي بعملوش يخطرك والفكية قول لك جيب تيس أحمر بنفسجي نطبحه أو نفتح لك الكتاب أو شنو شغل بتاع شياطين وبتاع الجن ده هو الشركة المقصود في الحديث ده الرقى الشركية المقصودة في الحديث أما التمائم جمعين تميمة هي الحجبات ذاتة اللي بلبسوها هنا وبلبسوها هنا وبلبسوها هنا والتولة دعرق المحبة مرضو بعملوش يخطرك عشان يقول لي لو يغش المرأة يقول لاشا الراجلك ما يعرس فيك تحبيبك لراجلك أو يعملوا لتحبيب الرجل للمرأة والمرأة للرجل النبي عليه الصلاة والسلام قال التلاتة دي شرك بالله سبحانه وتعالى الحديث دي عنده قصة إنه عبد الله بن سعود دخل على زوجته ويسيم زينب وليقا ومعلق لها خيط وقطعه وقال أصبح لابن مسعود أغنيه وعنى الشرك وقالت له كنت ممشي لي فلان اليهودي وعني كانت تقزف ورغ ليه في الخيط القصة دي الشيخ الألباني جاب في بعض كتبه زي غاية المرأة وزي السلسلة الصحيحة تقريبا المجلدة الأول الجزء الأول وجاب إنه صحيحة القصة دي لكن بعد ذاك في قدام لما مجلس في السلسلة الصحيحة بقال فيها اكتشف إنه القصة دي ما صحيحة مش الحديث القصة إنه دخل على زوجه زينب وكان تمشي ليهودي وارغيليه وكده دي باطلة لأنه ما ممكن مرى الصحابة تمشي ليهودي يرغيليه ده واحد اتنين إسناد ذات باطل شخ الألباني ناقشه وقال أنا كنت جبت أو صحعت لكن اتبين لي من الإسناد من علم الإسناد إنها ضعيفة فليبلغ الشاهد الغايب ولان إحنا نبلغكم كذلك ما رواه ابن أبي شيبة من رواية إبراهيم ابن يزيد النقعي رحمه الله تعالى من أئمة التابعين قال كان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه تلاميزه لأنه ده 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 فتوى ابن مسعود شيخهم كان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن والكراهة عند السلف الأوائل ما كانوا يقصد بها كراهة التنزيه إنما الكراهة عندهم كانت للتحريم فقط كما ذكر ذلك الشيخ الألباني وغيره من العلماء لأنه استدلوا كانوا بالقرآن ربنا ذكر معاصي كبيرة ذكر الزنا وذكر أكل مال اليتيم وذكر كبائر كبيرة جدا في نهايتك قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاء فلا يمكن أن يكون الزنا والأكل مال اليتيم والكبائر العظيمة جدا من الذنوب تكون هي كراهة التنزيه يعني ما محرمة فده كان أسلوب ومصطلح الكراهة عند السلف يعني التحريم فعبد الله بن مسعود وأصحابه وتلاميذ كلهم كعلق ما وغيرهم كانوا بيروا تحريم التمائم كلها من القرآن وغير القرآن فالتمائم شرك لكن اللي يعلقوها من القرآن يا أخواننا هي بدعة بدعة من البدعة مش القرآن زادة المصحف ده بدعة لا لكن تعليقه كونك تعليق انت هنا ابتدعت لأن القرآن ربنا نزل أولا لنتدبر ونعمل به كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته مش هجل تعلقه ولا تعمل محايا تشربه ولا تعمل بخرة تتبخر به ده أول حاجة الحاجة الثانية العلماء قال ما يستعلق حجاب أو تميمة من القرآن لأسباب منها أولا قالوا تعليق القرآن يؤدي إلى امتهانه لأنه هتعلقوا تخش بالحمام هتعلقوا تعرك فيه أو تكون انت على جنابه فامتهنت القرآن اثنين قالوا لأنه تعليق القرآن سبب وزريع على تعليق غيره الصوفية الآن بغش الناس بحجباتهم ما في قرآن ولا حجاب واحد في قرآن ما لا كان واحد فتحول وليقوا فيه بعرة بتاعة بعير بتاعة جمل وهكذا فما في قرآن لكن بغش الناس بيقول لهم ده قرآن الحجاب ده يدوك له مقفل بجل التاس وقول لك ده قرآن فدي زريعة إنه لو قالوا يجوز تعليق القرآن حيعلقوا شنو جماعة غيره السبب التالي قالوا لعموم أحادث الناهي عن تعليق شنو التمايب الحادث ما فرقت حتى الرجل لما جايب عن رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث زكارنا قبيل النبي أبي بايعه ليه قالوا يا رسول الله قال إنه معلق تميمة والتميمة جوة هنا جوة قميص جوة جوة قال إنه معلق تميمة لأنه شافوا كده بارزة يلا مكتوب فيها شنو جوة النبي ما فصل يبقى أي شيء تعلقته يسمى تميمة لكن التميمة من القرآن هي بدعة ومن غير القرآن شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فقد أشرك هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وصحبه وسلم